وأخيرا فيديو مخصوص بالوصفة دي منفردة لأنها طلبت مين كتير كنت عاوزين تعرفوها بالتفصيل هنعمل النهاردة زيت نوى الطمر المحمص والقرنفل الزيت المشهور بسرعة نتائجه للتطويل والتكسيف زيت سحري هيوقف تساقط شعرك وهيملى الفراغات شعرك هيتحول 180 درجة ومن أول شهر نوى الطمر عملته قبل كده على القناة مرتين ومن نتائجه معاكم جددنا الوصفة مرة تانية بطريقة هتزود وتسرع فعاليتها تابع الفيديو للآخر علشان تعرفي هنحضره ازاي وطريقة همودة الاستخدام بس قبل ما نبدأ ادعوه القناة باللايك والشير وكومنت أمر زيكو ويلا بينا نبتج وصفة النهاردة طبعا المكون الأساسي في وصفتنا هو نوى الطمر ما حويش كمية كبيرة من طمر الرمضان وما تسمعوش كلام حد يقولكم اخسلوه هو بيكون جوى الطمر نظيف جدا وزي الفل تقدر تجهيز اي كمية عندك بنفس الطريقة اللي هنعملها وتحفظي ببرتمان معقم بودرة نوى الطمر مش بس هدغزي بصيلات شعرك وتحفزه انه يطول ويبقى كسيف وصحي؟ لا دي كمان ليها فوايد كتير لو استعملناها كبديل القهوة الناس اللي زعلانا ان شركات بتغش القهوة وتخلطها بنوى الطمر احب اقولكم انها بتفتت حصوات الكلة والمرارة وغنية بالالياف المفيدة جدا لصحة جهازك الهضمي غير انها ممكن تتحكم في زيادة الوزن لانها بتعلي الحرق نرجع تاني لوصفة النهاردة انا هحمص نوى الطمر على نار هادية مع التقليب لحد ما يوصل للون البوني الغامق مش الاسود لا اللون البوني زي ما انتو شايفين كده هطحن نوى الطمر بعد ما حمصته في مطحنة التوابل او مطحنة القهوة لو متوفرة عندك او حتى بالهون المهم انك تحصلي على بدرة نوى الطمر بالشكل ده المكون التاني معايا هو القرونفل والقرونفل غني بمدنة الاوجينول اللي بتحفز بصيلات الشعر انها تطول وبتوقف التساقط المرضي لانها بتوصل كمية دم اكبر للبصيلات وبالتالي التغذية بتزيد وبرده هحتاج القرونفل يكون مطحون بالشكل ده الزيت اللي هستخدمه النهاردة هو زيت السمسم وهو زيت معصور على البارد ومناسب جدا انه يكون زيت ناقل زيت السمسم غني بالاحماض الدهنية اللي هتغذي وترمم عمود الشعر وهتساعد في تطويل وتكسيفه في برطمان نضيف وجاف هضيف 100 ملي من زيت السمسم وهضيف عليه 3 معالق من مطحون نوى الطمر المحمص ومعلقة واحدة من مطحون القرونفل هقلب كل المكونات مع بعض بالشكل ده ودلوقتي هقفل البرطمان كويس وهحطه في حمام مياه لمدة نص ساعة بإذن الله قريب جدا هعمل لكم لايف عن أنواع الزيوت اللي تقدروا تستخدموها وإذ زيوت اللي تقدروا تخلطوها مع بعض علشان تديكوا أحسن وأسرع نتيجة بعد نص ساعة بنبعده عن النار وبنكون حصلنا على زيت مستخلص فيه فوايد نوى الطمر والقرونفل زيت قوي جدا للإنبات وإيقاف تساقط الشعر دلوقتي هغطي البرطمان بورق ألمونيوم أو أقدر أحفظه في مكان مظلم لمدة من 10 إلى 15 يوم أو تقدر تستخدميه مباشرة وتكتفي بالحمام المائي اللي عملناه لمدة نص ساعة لكن طبعا قبل الاستخدام هنصفي الزيت لو حضرت كمية كبيرة ضروري تضيف عليها كابسولة من فيتامين إي تركيز ألف علشان تكون كمد حفظة للزيت هتوزعي الزيت على شعرك من الجزور للأطراف مع تدليق فروة راسك بأطراف صوابك غطي شعرك ببني بلاستيك أو بالبرو كاب أو بالبلاستيك ستريتش لمدة ساعتين وبعد كده اخسري شعرك هتكرري الوصفة مرتين في الأسبوع واستمري عليها لمدة 3 شهور وأنا متأكدة إن الكل هيسألك عن سر طول وكسافة شعرك أتمنى كلكم تجربوا الوصفة لإنها بجد من أقوى وأروع وصفات الزيوت وما تنسوش اللايك والشير والتعليق المحفز واكتبوا لي كمان بتشوفوا الفيديو منين هاستنى أسئلتكم وأي وصفات تحبوها واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة